موسيقى احنا ممكن نكون بنحس بيه النهاردة هنتكلم معاكم عن وجع حقيقي مؤلم مفيش حد مننا ما جربوش أو ما عداش عليه هنتكلم النهاردة عن وجع وقلم كبير بيحتاج وقت عشان يخف وممكن نقعد سنين وسنين بنعاني منه النهاردة هنتكلم عن وجع الفراء الفراء اللي أصعب حاجة في الدنيا كلنا بنخاف من اللحظة دي وبنكون مش مصدقين ان احنا ممكن ممكن نمر بيها لكن أوقات كتير بتيجي اللحظة دي بشكل مفاجئ ومن غير ترتيب وكل ما كان الشخص عزيز على قلوبنا وبيننا وبينه ذكريات كل ما كان الفراء أصعب وأصعب ومش بس الفراء بيكون النسيان كمان مش سهل خالص الفراء مش بس معناه ان انا نفقد شخص عزيز علي بالوفاة لكن كمان ممكن نفقد شخص وهو لسه عايش معانا وأوقات ده بيكون أصعب كتير لأن انا لما فقد شخص كنت عايشة معايا كان بيني وبينه ذكريات كان بيني وبينه عشرة كان بيني وبينه حب بيبقى موضوع صعب قوي بيبقى موضوع بالسهل خالص لما يكون حد عايش وموجود قدام عيني بس انا مش قادرة يكون موجود معايا بشوفه بس مش قادرة عامل معايا بيوحشني بس ما بقدرش اتكلم في التليفون واقول له انت وحشتيني لأن ما بقاش بيننا حاجة غير الفراء أوقات الانفصال بيكون بإرادتنا آه يعني ممكن أكون أنا اللي مختارة الانفصال وأنا اللي اخترت إن أنا بعد عن الشخص ده باختياري وبكامل قوية العقلية لكن في أوقات تانية بيكون الانفصال ده غصبا عننا وفي كل الأحوال سواء باختياري أو غصبا عني بيبقى فيه واجع بيبقى فيه ألم للفراء في لحظة الحياة كلها بتتغير مفيش حد بيفضل على حاله حتى القلوب بتتغير النهاردة هنتكلم إزاي نواجه ألم الفراء وإزاي نقدر نتعايش بعد ما بنفقد شخص عزيز علينا كل ده هنعرفه النهاردة ما عضفنا اللي هيكون معنا النهاردة الكاتب والسيناريست محمد جلال وهو كمان مؤلف شاب ناقش في أعماله الدرامية تفاصيل العلاقات العطفية والإنسانية ومن أبرز أعماله واللي يمكن بتفرج عليه اليومين دول مسلسل دوبامين مسلسل دوبامين ركز بشكل كبير جدا في المسلسل ده على العلاقة ما بين الست والراجل والمشاعر اللي دايما بينهم مشاعر حب مشاعر شوق مشاعر جرح مشاعر انفصال المشاكل النفسية اللي بتحصل نتيجة الانفصال العقد اللي ممكن تتربى جوانا نتيجة الانفصال والجرح والوجع وألم الفراء اللي كتير بتمر علينا في حياتنا النهاردة هنركز أكتر على الفراء وألم الفراء وإيه اللي بيحصل وإزاي نتعافى من ألم الفراء والوجع ده بحيث إنه هو ما يشكلناش مشاكل نفسية أو عقد على فكرة العقد دي ممكن أجرح ناس تانيين ما لهمش زنب خالص غير إن أنا شفت في حياتي قبل كده عقد كتير أو قابلت الناس مش كويسة فبالتالي بطلحها على الناس اللي بتدخل حياتي إزاي أعمل التوازن النفسي ده ما بين أو جاعي وإزاي أتعافى وإزاي أقدر أتعامل بشكل مختلف قبل ما نتقابل مع عضفنا يكون معنا تقرير صورناه مع الأستاذة نانسي سميدة الإخصائية النفسية واللي هنعرف منها إزاي نقدر نتعايش بعد الفراء وإزاي نخرج من الأزمة دي إزاي ما بيقولوا كده خروج آمن تعالوا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية مع بعض وإذا وقف الفقد ده فقد بالموت ولا فقد بالانفصال يعني لو ما سنقول بس أن أنا فقدت حد بالموت بتختلف الأحزان وغير لما أكون فقدت يعني انفصلت عن مثلاً علاقة وليكن علاقة زواجية أو صداقة أو أياً كان الفقد بالموت برضو لي زي كاتيجوريس كده بيتتحكم فيه فكرة مدى الحزن يعني بيتتوقف على السن الشخص اللي أنا فقدته هل كان مريد ولا لأ هل حدث الموت بصورة مفاجئة هل الشخص اللي أنا كنت فقدته هل كنت على وفاق معاه ولا خناء وعلى فكرة عكس المتوقع لما كنت على خلاف مع الشخص اللي أنا فقدت بالموت بيكون الحزن أصعب غير لما يكون يعني متوفقين عادي وحصل الوفاة ولكن أياً كانت الأسباب لازم نعرف أنه في الأول بيحصل ما يسمى بيه الإنكار أو الديناي يعني أنا في الأول ما بيحصل الخبر تلاقي ناس كتير جداً نتبقاش عارفة تعاية وإحنا كحد أو تسيدر بنبص من بره بنقول إيه إيه ده 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 حتى ما هنش علي نزل دمع بس الحقيقي أنه هو بيكون عند جوه مشاعر داخلي متنفضة أول حاجة بيبتدي بموضوع الإنكار لأ أنا مش مصدق بعد كده بيجي موضوع الغضب اللي هو شو معنى أنا ولي هو وا 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 بعد كده بنيمي موضوع المساومة اللي هو ياريتني كنت عملت كذا علشان خاطر كذا ياريتني كنت بديته المستشفى الفلانية أو ما أثرتش بحقه كل دي لك أنت تخيل مشاعر كلها صعبة جدا أن حد يعيشها فترة بعد الوفاة لو أنا من البداية اتربيت أو جالي لفكرة أن أنا لازم أكون مكتفية الأول بذاتي يعني محترمة نفسي ومحترمة ذاتي ومبسوطة كده بنفسي والله هي تواجد في محيتي ناس كويسين أهلا وسهلا طيب تواجد ناس مؤذيين سؤال كم إحنا بنتكلم هنا في العموم أصدقاء أخوات أي حاجة هذه النقطة ليه الناس بتفضل متعلقه لأن هما ما تعلموش أن هما يمشوا في الحياة مسمودين بنفسهم أول ما تعلم أن أنا أتقى مسمودة بنفسي وده برضو ليه علاقة بتقدير الذات والاستحقاق والاكتفاء لو أنا ليه ذكريات مع شخص حتى لو ذكريات دي لطيفة أو ذكريات مؤذية فهي حصلت في الموضوع طيب لو هي ذكريات لطيفة الحمد لله أنا كان في جوزء ذكريات لطيفة طيب لو هي ذكريات مؤذية ده بسبب أدعى أن أنا مستمرش في الإكترار الألم والأحزان أول حاجة أنا هتقبل فكرة أنه أنا هعيش شوية في الذكريات نمرة واحد طيب نمرة اثنين هزأل نفسي ماذا لو استمرت أكتر من كده في العلاقة ولازم الإجابة تبقى واضحة وصريحة ماذا لو استمرت لأن معظم الناس يؤتيها لو ياريتني كنت طيب ماذا لو ولو أعرف تجاوب على السؤال ده صح هتعافف من يعني هوصل على نفسك هتوطل لك إحنا بنقول باقي إن إحنا عندنا عقل عاطفي وعقل منطقي بنحاول إن إحنا دايما نفعل العقل المنطقي في أو العقل الحكيم الوايز مايند بنقول عليه في التفكير العقل العاطفي هي ودينا في حتة كتير جدا مش هنتعافى خالص بس العقل المنطقي بيقول إنه أو العقل الحكيم إنه كتفي حاجات تجاوزات وعلى هذا الأساس هقدر واحدة واحدة أخرج من العلاقة أهلا بكم معينا مشاهدينا ونروح بقى لضفنا الكاتب وسيناريست محمد جلال إزايك يا محمد مبروك على نجاح مسلسل دوبامين الله يبرك فيك نجاح ليه؟ يعني أنا بحس إن كل حاجة بتعبر عننا وعن مشاكلنا النفسية وعن العقد اللي بقيت جوانا والكلكيع اللي إحنا طول الوقت عملين نحيارب فيها ونعيش فيها فده بيخلي فيه نجاح لإن أنا بحس وأنا بتفرج على المسلسل إن ده زيي وهي بتتعامل زيي وهي بتفكر زيي يعني بتحس شبه بعض صح محمد مسلسل دوبامين يمكن مش ده إحنا إنت مش معنا النهاردة عشان المسلسل لكن برضو بسبب المسلسل لأن إحنا نهاردة بنتكلم زي ما أنت سمعت كده في الإنترو عن الفراء وألم الفراء وزي ما قلت وهقول تاني أنا ممكن أختار أنا اللي أبعد يعني أنا عايشة في علاقة أو علاقة أو مع شخص سام أي أن كان بقى توكسيك بالشكل اللي هو لايق عليه لكن أنا خدت القرار كست إن أنا لازم أبعد عن الراجل ده يعني بتحبيه وبحبه أيوا هو ده الأصعب ومعظم الستات اللي بتحب وبتسيب هي دي اللي بتعيش كم عقد نفسية وضغط نفسي عليها لأن هي سايبة وهي بتحب فبيبقى ألم الفراء بيبقى ضبل يعني مش اللي هو عادي كده ويعديه فحطة ألم الفراء أو الفقد إحنا بنقعد فيها فترة طويلة يا محمد يعني المرحلة دي ويعني إلا ما رحمة ربك يعني بتختلف بين إنسان لإنسان وقتها يعني يعني أول ما بتبتدي مرحلة الفقد والفراء يعني أنا سبت تفتكر إيه الحاجات اللي أنت جسدتها بشكل حلو أو في المسلسل حسيتها إزاي أصلاً يعني قولي يعني إيه اللي أنت عيشت بكادي أأكيد بصي ما فيش حد فينا ما فيش حد فينا غيره حب وفارق يعني ده حب وتحب وساب وتساب وحب ومتحب كل الحاجات دي إحنا لازم بنعيش ده جزء من الحياة لكن كمان من قبلها لأ أنا قعدت فترة أدرس العلاقات العطفية عشان خطر أحاول أفهم لأن أنا ما اتكلمتش عن نموذج واحد أنا في المسلسل بتكلم عن حوالي أربع نماذج بنشوفهم وبنشوف قصتهم من البداية لغاية النهائي فقعدت أدرس كتير قوي عشان خطر أفهم وكل واحد بيمر بكل مرحلة بإيه فمرحلة مثلاً زي الفراء هي مرحلة الفراء تقسمت لخمس خطوات قسية كده كده بيمر بهم الإنسان بيمر بمحارة إنكار اللي هو مش تصدق يعني الفراء بيمر بخمس مراحل خمس مراحل للفقد والفراء ومهمة قوي إن إحنا نعرف عشان نتعرف إحنا هنعمل إن نتعرف على نفسنا إحنا بعد الفراء هنعمل إيه؟ رقم واحد الإنكار إن إنت متكونش مصدق أو بتتعمل عادي إنت ممكن تكلمه أصلاً أو دماغك مش محليك تصدق إن أنا دلوقتي انفصلت عن الشخص ده بعدها على طول ومرحلة عدم التزديد دي بتقعد فترة كبيرة كل المراحل دي ملهاش مدة معينة على فكرة في ناس بتعدي بالمراحل كلها في أسبوع واحد إحنا هنقول المراحل كلها وبعد كي هنأخد حتى حج آه تعالين نقولهم هم خمسة وطحين الإنكار الإنكار مش مصدق المرحلة بعدها الغضب أبدأ أدايق من الشخص من الطرف التاني ومن نفسي ومن العلاقة كلها وبعدين مرحلة المساومة أنا لو عملت كذا هبا كويس أنا لو خرجت مع فلان هبا كويس أبدأ أغير شكل حياتي بيفشل بيدخل بعدها في مرحلة الاكتئاب بينعزل ويبدأ يفكر في العلاقة كلها وبعدين آخر مرحلة هي قبول إنك تقبل في ناس بتعدي بالمراحل دي كلها على فكرة زي ما يقولك في أسبوع وفي ناس بيقعد مع هذا بالسنين خلينا نبتدي بأول مرحلة وهي الإنكار أنا أتكلمك على الستات يعني عموما يعني الستات لو خلاص أنا قررت أن أسيب البني آدم ده أو الشخص ده خلي بالك كمان الستات أنا ممكن أخد وقت طويل قبل ما أخد القرار يعني أبعد أفكر مع نفسي وأبتدي أهل نفسي أنه خلاص الرجل ده مش في حياتي فهتعاملي عادي فبنعمل مجهود عشان ناخد القرار خلاص خدنا بقى القرار أن أنا أسيب وفارق وامشي أول فترة دي فعلا متبع عدم تصديق اللي هو إيه ده؟ هو فعلا مشي طب هو ليه ممسكش فيها وقال لي ما أقدرش يعيش من غيرك خلي بقى لك الستات برضو لو عايزة تعمل تاست الأول هو أنا وأنت حبتني ولا ما حبتنيش ودايما طول وقت ما هو لو حبني ما كانش سابني بسهولة غير الراجل هنيجي على حتة الراجل وكرمته اللي هو دي قالتلي طلقني فأعمل لها إيه ما أنا طلقتها فعدم التصديق دي إحنا كستات بنفضل فيها فترة طويلة مش فترة صغيرة اللي هو لا هيرجع لا 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 هو لما يحن ويتفرج على الموبايل والصور والذكريات هيرجع فعدم التصديق دي بتتعبنا إحنا نفسين اللي هو الغاية ما صدق ده مشي إيه ده مشي بجد يعني ده خلاص ده اقترى إن أنا مش عايزة ومشي فعند الست غير الراجل يعني ليه إحنا عندنا حتة عدم التصديق دي بتاخد فترة ممكن تاخد سنة مثلا طيب هقولك على الحاجة هو فيه فرق كبير ما بين الراجل والست في التفكير في العلاقة الست بطبيعتها هي بتفكر بمشاعرها أكتر هي طول ما هي حبة الشخص العلاقة صعبة جداً بتنفصل الراجل بيفكر وخلينا بس إن اتفق هو مش كل الناس كده احنا بنتكلم على الغالب ايه الراجل غالباً بيفكر بالمنطق بالمنطق العلاقة دي أنا مش مرتاح فيها فالعلاقة دي بتنتهي الست مشاعرها هي اللي بتسوقها فطول ما هي بتحب الراجل هي ممكن تغفر له كل حاجة الراجل لو مش مرتاح بس أو حاجة مش مزبوطة على دماغه هو ممكن يبشي ما هانا يجنيني بقى حتة مش مرتاح دي يعني تقولولي إلي يجنينك أصر الراجل مش مرتاح طب ما هو كان الأول بعدين أصر الراجل بيفكر بعقله ما بيفكرش بقلبه زي ست طب ما هو الراجل الأول قبل ما يتجوز كان بيحب قوي وهدايا قوي ومتابعة قوي بالزيادة والمشاعر ايه فياضة مشاعر طول الوقت وحشتيني انت فين كالت شربتي نمتي روحتي لا صحابك لا اه ما تلبسيش وغيرة ايه ده انا ما حد بيام ايه ده ايه الحب الفضيع ده ده الراجل ده مقطع شرائينه علي طب مش معنى بعد الجواز يقولك أصر الله مش مرتاح بيقدر يدوس على الزرار ويمشي هقولك هقولي حاجة افهم هنجبها من قصة من المسلسل يعني قصة ياسين وضحى هو ياسين حب ضحى من وهم في الجامعة او بعد الجامعة لطول وفضلوا مرتبطين واتجوزوا وعاش خياتهم اه ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل بطبيعة الحال وده مش بدفع عن ياسين ولا بدفع عن الرجال اللي ممكن يكون غلط ان هو بعد شوية بيكون فيه حاجات محتاجة ما بيلاهش في العلاقة ما بيلاهش في الشخص ده وده سببه الاساسي ان احنا بنتغير يعني احنا كون ان احنا نجزم ان احنا ما بنتغيرش مع الوقت فده ده غلط ده غلط احنا بنتغير فهو تغير فبقات احتياجاته مختلفة طب ما تقولينه عشان برده اللي لسه ما تفرجوش على المسلسل يبقى برده يعني يبقى حابين يتفرجوا على المسلسل اكتر يعني هو دلوقتي البطل المسلسل يسين خلاص اللي هو جلو عقدا منيده لا احنا عندنا في المسلسل اربع كاركترات او اربع قصة اسيق فيهم قصة داود وفيهم قصة يسين وفيهم MIL انا عايز القصة اللي انا اللي هو جلو عقدة نفسية دا داود دا داود دا داود داifer انا أحب العقد النفسية داود داود كان بيحب واحدة جدا اللي هي حنين ودي حب حياته اللي جات غيرت شكل العالم اللي هو كان عايش هو رجل بتاع شغل بس كل حياته في الأرقام والبرمجة وفجأة دخلت بناء أدمى خلت الحال إيها ألوان حلو ده حبه جدا وفضل مرتبط بيها فترة وكان هنا غير قراره لن هو مش عايز تجاوز لأنا هتجاوز بناء أدمى دي وهفضل معاها فجأة البناء أدمى دي بتموت بسبب مرض فده بتغيره جدا هو إيه اللي حصل لداود المراحل اللي احنا قلناها ديات عدى بيها بس هو وصل لمرحلة القبول ومقبلش آه لأن يا جماعة الفراء بيبقى فقد موت أو فقد بني أدم موجودة على قيد الحياة بس سابه لكن بيبقى كمان الموت بيبقى أصعب لأن انت بتبقى هو مش قدامك خالص يعني مفيش أمل خلاص في الوقت خصوصا لو انت حبيته دي أول مرة حد يدخل قلبك كده الموضوع ده ده فاصل طيب داود بقى انت بيينت في المسلسل انه عدى بك خمس مراحل آه هو عدى بك خمس مراحل لكن في آخر مرحلة هو مقبلش هو مقبلش خلاص انا مش متقبل فكرة انا مش متقبل فكرة الفراء فإيه اللي بيحصل على فكرة عشان برضو البناء ده يعني أو اللي بتفرج لازم يبقى شايفين ده ممكن يحصل ايوه انت لو مقبلتش اللي هيحصل لك الدوامة انك انت هتعيد الكرة من تاني هترجع تنكر تاني وترجع تغضب تاني وترجع تساوي من نفسك تاني وترجع تكتئب تاني هتقعد تعمل كده هتقعد تعمل كده لغات ما تقبل فانت في العلاقات لما تنتهي انت لازم تقبل لانها انتهت عشان تقدر تعدي ما هو انت ما هو احنا ليه ما بنبقاش متقابلين هي انتهت لانه بيبقى فيه عشرة وفيه ذكريات وفيه تعود طبعا انا هقولك على رأيه وممكن يزعل الناس لا بالعكس حداك كاتب انا همني جدا رأيك انا هقول انا رأيه ده رأيه شخصي وبناء على التجربة وبناء على الحياة هو ايه اهم حاجة في الدنيا اهم حاجة بالنسبة لبناء ايدم اهم حاجة انه هو يكون مبسوط مبسوط وسعيد مهي ان انا هكون مبسوط مشكلتنا الكبيرة ان احنا ساعات بندخل فيه علاقات واحنا مش عارفين ايه اللي هيبسطنا او مش عارفين نفسنا او وهي جملة المشكلة انها كل شيء بس هي جملة حقيقية او ان احنا ما بنحبش نفسنا فاحنا لازم نحب نفسنا لان انت لما تحب نفسك كويس احب نفسك دي انا بتديت اتدايق منها شوفتي لان جملة كل شيء لان بتتقلك بس ما بيتقلكش يزاي بيقولك ايه خد الدواء ده عشان تخيف طب بس انت ما قلت ليش انا هاخده ازاي يعني مثلا قبل الفطار بعد الغداء تمديه حقا تمديه كابسولات يعني اقصد لا هو احب نفسك ايو انا بحب نفسي احبها ازاي اكثر من كده لا وهنا مشكلة ان الجملة دي عشان اتقالت كتير قوي ما بقاش لها طعمة يعني ما بقتش حتى مستصرخة حتى الناس بقت تكرهها اصلا بزا لا بس جمعة الجملة دي حقيقية طب قبل ما اروح لحب نفسك احنا دايما اللي بيعزبنا اكتر في العلاقات ان احنا بيبعندنا احساس الامان بوجود شخص مرتبط يعني انا حاسة بالامان والسعادة بوجود شخص في حياتي لما بيختفي الشخص ده انا بيبعا عندي عدم توازن القص ما عنديش امان وما عنديش سعادة وما عنديش حاجة حس ان انا ما فيش فقط الامان اللي موجود في حياتي ده للرجل والست طب ده برضو نعالجه ازاي يعني عالجته ازاي في المسلسل هقول لك على حاجة طب انا معلش قبلها بخطوة الست تبحث عن الامان الرجل يبحث عن الرعاية اصلا نودي دور رعاية حبيب قلبي نودي دور رعاية انك يرعو قائل بص انا باقولك الكلام الصادم بص احنا لما باجي اكتب مسلسل بالعكس انت راجل وبتقول الحقيقة واحنا كستات عايزين نعفرجالة بتفكر ازاي وانا جاي اقول لكم اي لا تقول لنا عشان نعرف نتعامل معايا كواس وانا جاي اقول لكم هو من الاخر احنا لما باجي اكتب مسلسل ككاتب انا بيبقى عندي افكاري لكن لما باجي اسقط على مسلسل اما بتكلمش بأفكاري بتكلم كل كاراكتر وليه طريقته وكل كاراكتر ليه فكرته فانا فكرة الحقيقة قد تكون صادمة فانا باقول لك الرجل وده اللي ما بيتقلش الحياة بالسهولة دي الساة فعلا تدور على الامان والى البيت وطول ما البيت قايم وطول ما الامان موجود هي مرتاحة الرجل طول ما الرعاية موجودة الرعاية بومان بكل الحاجة وممكن يكون الرعاية بالنسبة له شئ بسيطة جدا انه هو يكون في هدوء بس بس هو بيبحث عن السلام والهدوء أصلاً في أساسه يا حبيبي حبيبي الرجل يبحث عن السلام والهدوء المشكلة أن السيء السيطة يعيني عمالة ربي وتخلف وتردها لا على فكرة وصريخ في البيت وقال لا خد يا حيالك وتخلي جوه تبقلك الحاجة هو عيالك انت كمال على فكرة البيت أهم بالنسبة للست من الراكل على فكرة أيوة السيطة يعني البيت السيطة ده كيانها فهي هتفضل هي تدفع عن العلاقة وهتفضل هي تمزل ما يكون فيها أكتر منه طبيعي ما هي اللي عايزة أكتر من الرجل لكن الرجل ما بيفرقش معاه كيان البيت مش فارق مش عايزة أقوله هو عايزة بقاعد في هدوء مرتاح مخدوم وكله مبسوط هو نفسه يكون كله مبسوط بس هو انتوا عايزين مننا يا محمد يعني انتوا عايزين إن الستات لا 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 احنا بقنا فصيل كده هقولك الحاجة والله هو اختلاف التفكير للأسف بيعمل مشاكل اختلاف الست بتفكر فعلا زي ما قلت كده بالعطفة ورجل بفكر بمضع اللي ممكن نحل مشاكلنا كلنا اننا نقبل بعض زي ما بنقول كده نقبل الانفصال اننا نقبل بعض عفوك يا دي صح يعني أنا من خلال حلقاتنا مع الدكاترة النفسية فعلا موضوع التقبل ده ان أنا أتقبل ان أنا في عيوب يعني حتى مع جوزي أو شريك حياتي أو خطيبي لازم أقول له مثلا أنا عندي العيب واحد اتنين تلاتة وهو لازم الراجل يعترف يقول لها استاستحمليني في واحدة استحمليني في اتنين خلي بالك أنا ايه عصب شوية خلي بالك أنا أحيانا مع والدتي ما بقدرش أزعلها فما تفتكر شخصتي ضعيفة يعني الحاجات دي احنا بندريها في الأول ودايما بنبان بالشخصية الكاملة المتكملة عشان احنا مش عايزين نبقى من قدمين ما هو يبقى تعالي بقى أنا نلضمها في حتة تحب نفسك ما انت لما تحب نفسك وتقبل نفسك بجد بعيوبها انت هتبقى قادر تقبل البنى آدم اللي قدامك بعيوبه بعيوبه اه لان انت هتبقى عارف ان هو بني آدم انت بس هتوقف كده انا قادر أقبل العيوب دي ولا لأ قادرت عايش مع العيوب دي ولا لأ صح هنا ساعتها خلاص قابلت انت هتقلص معا ما قابلتش معا لا مش ما تتكلمش لا عاصل ما دام انا قابله خلاص بس انت فعلا انت متقبل عيوبه 90% من شكلة انت نرجع بقى تاني لحتة الفقد لان الحلقة النهاردة موضاعها الأساسي الفراء وإحساس الفقد وان ده بيعمل أوجاع ممكن تقعد لسنين وسنين وزي بالظبط قصة داود هو قعد عايش حياته وتعرف على دي ودخل في علاقة مع دي ودي 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 وفي الاخر هو بسبب مشكلة الفقد اللي عنده اللي معالجها الصح عمل لهم مشاكل كلهم يعني هو اللي جرحهم ووجعهم وابتدى يمشي طول ما هو ماشي يعمل يعني زي ما بيقول ايه يعني تدخل بني قدم مع حياته وبوز لها الصفت وار بتاعه هيغير لها حياتها البنت تدخل في اكتئاب وفقد ليه يعني ليه دايما اللي عنده احساس الفقد ممكن تعمله مشكلة نفسية ويطلحها في بني قدمين كتير يعني يقول لك دايما حتى في السوشال ميديو يقول لك اللي بيعملك وحش ده واللي دايما تقيل عليك ودايما بيعملك بجحود هو يامة ساب ويامة وجع يعني الراجل دايما اللي بيحب يدوسها الست ده عرافي على طول انه هو يامة دسعلي دي نظري يا صح ما قدرش اكزم بيها او انكرها بس انا قدر اقول بمنتهى الصراح ان اي بني ادم بيأزي طرف التاني هو بني ادم عنده مشكلة نفسية مية في المية وبنى ادم لازم لازم تبعيد عني يعني البنى ادم اللي بيتقل علي البنى ادم اللي بيديني حب وفجأة يحبسه ويمنعني البنى ادم اللي اللي بيكذب انا ماينفعش اكمل قولا واحدا برافو عليك يا محمد انا ماينفعش اتفكر اصلا انا بقولي الكذاب ده مايتعشرش بيعوده ويتريعه علي قال لهم الكذاب ده كذاب يعني كل حاجة في حياته مزيفة هو كذاب فيقولك يا سيدي كتب ابيضة يجي يقولي امراته ايه خلاص بقى ناس واحدت اه ماعرفش ايه ويدحك علي بكلمتين الكذاب ده مايتعشر خلينا برضو عشان ما فيه كتبات انت ممكن تعديها اه وفيه كتبات انت عارف مكذاب لا خلاص ده شخص كذاب ده شخص بيكذب ما هو ده اللي بيكذب ده ما هو عامل زي اللي احنا بيقول عليها هو مش قابل نفسه اصلا هو مش قابل اللي هو بيعمله اه فبطبيعة الحال ده ما نقدم انفشي تكمل معي يعني كده خلاص العلاقة انتهت الكذاب اصلا هو ما عندهش قبول لنفسه ولا عنده قبول اللي هو بيعمله يعني هو مش متصالح مع نفسه فبيكذب فبيكذب الحقيقة ده ما نقدم انفشي تقيش معي خالص خالص ما تفكرش هتتئذي 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 واعرف عشان الناس للأسف بتحب تعيش دور الضحايا فبيركع يقول هو اللي كان وحش لا انت اللي وفقت انت شفته وحش ووافقت وكملت لا كلمني كست عشان دلوقتي المشاهدة اللي بتتفرج عليك دلوقتي ست عايشة مع حد كداب او لسه متعرفة انت كست على شاب كداب فانت تقول لها ايه هقول لها هقول لها خليكي بني قدمة بتحب نفسها بجد وقدرة تقول ان انا بتئذي وما تقبلش على نفسك الاذا وما تعيشش دور الضحايا علشان الخاطر في الاخر دور الضحايا المستمر هيخليكي بني قدمة وقفة في حياتك في نفس المكان النمل بني قدمة اللي بتاخد خطوة وبتعرف تواجه وتعرف تقول انا هنا مأزي انا همشي دي بني قدمة قررت انها تتبر في حياتك قررت انها تبقى بني قدمة فاعلة مش طول الوقت مفعول بيها وندمانة مرافو يا محمد محمد في حتة برضو مهمة جدا فيه ناس فيه ناس بتعرف تتعامل مع الفراء وعادي يسيب النهاردة وعيش حياته بيتحك وعرفك الست برضو نتكلم عالستات عشان ما يقولوش انها ضد الرجال فيه ست تقدر تاخد القرار وبشوف فعلا في صحابي ناس كده فيه ست تقدر تاخد القرار وتبقى صمدة وقوية وتنزل عادي وتخرج وتشوف حياتها وشغلها وعادي مش متأثرة وتقولك ايه خلاص انا خدت القرار مش هرجع فيه انا ببقى اقول ايه ايه الجبارة دي انت ازاي بتقولي الجملة دي وبتنفزيها فيه ستات تانية لأ حتة مرحلة الفراء دي بتوقف عندها اوجاع وانهيارات وعيات واكتئاب فليه فيه ناس بتقدر تعدي المرحلة دي وفيه ناس بتوقف عندها ما بتعديش جزء منها خبرة يعني هي جزء منها خبرة خبرة في الحياة نفسها وخبرة ممكن ماجيش بس بكتر علاقات هي ممكن تكون جات بقراية شخصية اه ممكن تكون جات بشخصية متطورة مثلا في مجال عملها فده طور اجزاء تانية في كاركترها لكن في الاول في الاخر هي خبرة يعني هي خبرة ملياش علاقة باي حال طب مين بيتأثر اكتر بالفعل؟ ممكن يكون لها علاقة بحاجات كمال معلش ممكن يكون لها علاقة للأسف بحاجات قديمة الاب والام حاجات من الطفولة حاجات من الطفولة بالزبط كده وفي شخصية قوية وفي شخصية مهزوزة ساعات بيأثر على الشخصية واذا هي؟ ما تعيش دور الضحية يعني ما تعيش خلص ادي حاجة حصلت حاول تصلح يعني حاول تصلح حاول يا اما تروحي دكتور نفسي يا اما انت تقعد مع نفسك وتبدأ تشتغل على نفسك يعني بس حاول تصلح ما تعيش طول الوقت في دور ان انا مظلوم طيب هل بعد الفراء لو جي مثلا جوزي قال لي بعد الطلاق مثلا لو جي قال لي خلينا صحاب انت شايف ان ده صح او اتنين مرتبطين وصابوا بعد وبعد شوية شهر شهرين قالينا خليها صحاب وخليك يخرج معايا ومع صحابنا وعادي ده صح؟ ولا ده بي اخر التعافي بصه ما هو على حسب الطرفين تاني لو انت صريح وواضح انت كراجل تقبل بدا ان انت بعد علاقة حب وكنت بتحبه ومأمور وتسابت تعرف تبقى صديق ليها؟ وتشوفها مرتبطة عادي لو وصلت لمرحلة ان انا اعرف ان العلاقة دي كان لازم تنتهي وان الشخص ده كان المفروض يفضل في الخانة بتاعت الصديق اه اه اعرف تعرف اه لكن لو ما عرفتش وفضلت في دوام عمري ما عرف طيب انت عليكت ازاي حتة الاكتئاب يا محمد في المسلسل يعني طبعا طبعا لا شك ان في ناس كتير جدا في مرحلة الفقد سواء الفقد والفراء بموت او الفراء بقرار كنا كانوا مرتبطين واسابوا بعض لا شك ان في منهم كتير جدا نسبة كبيرة جدا سبعين في المية بيدخلوا في اكتئاب اللي هو انا انا سبت انا مش عارف ارتبط انا مرش لازمة انا مش عارف اتعبان انا مش عارف احب اتعبان اهوان حلو اصلا طب اللي السؤال صعب جدا على الفكرة يعني وده ما هو لان فيه علاقات مريضة فيه علاقات الشخص الطرف اللي قدامك بيخليك تحس ان انت اصلا انسان مش كويس لا انه لو راح منك هو اخر قطعة يعني مش تعرف لحدش هيحبك غيره لا هو فيه ناس كتير يا جماعة ايوه هو فيه ناس كتير على الفكرة وده اللي انا بحاول اعرضه في المسلسل ان احنا هو المسلسل صاحب النظرية واللي احنا بنتفهمه بعدين بيقولك ان فيه نص واحد بس لك فيه شخص واحد بس بيكملك لكن احنا بعد شوية بنعرف لا انت ملكش نص واحد انت اصلا فيه ناس كتير جدا ممكن تتعرف عليهم وفيه ناس كتير جدا ممكن تلاقي فيهم اللي انت بتدور عليه اهم حاجة ان انت تبقى عرف انت بتدور على ايه تبقى شماشي تايه اصلا دي مهمة قوي ان احنا هنقف عند الدين ان انت تعرف انت بتدور على ايه او تعرفي انت مين اللي شبهك مين اللي تقدري تحس ان انت عارفة تعيش معاه وانت سعيدة نزلنا الشارع وكاميرات يحكى انا صورت مع الناس في الشارع ونشوف هما رأيهم ايه في حتة الفقد والفراء ونرجع تاني للستوديو مع محمد جلال خليكم معنا اختي عشان كانت اقارب حد ليا حسيت بالوحدة بعد لما هي اتجوزت هي المفروض كانت اقارب حد ليا قوي كصديقة كاخت كل حاجة تقريبا اصري كلها معاها بحكي لها كل حاجة طبعا اول ما اتجوزت حسيت بالوحدة ان اعزلت تقريبا عن الناس وبقاش فيها تواصل مع الناس كتير فتقريبا فقدانها ده اثر فيه كتير اوي حد كده كتب احبه قوي وكان خالو بنا الحمو فهو ده الخلاص يعني ربنا الحمو بس هو يعني فمكان احسن ان شاء الله ايه جد والد ابو ايه ده وقت كان يعتبر اغل حاجة عندي في الدنيا ليش بعد الام هالك كانت وكنت عايش على النصايح بتاعتها وعلى يعني كان بتقول للدنيا هي تبقى فيها ايه وكان ليها نظر المستقبل كويسة كان بس بتعرفني جدي ابو والدتي ده كان اهم حاجة في حياتي يعني ده ممكن نقول الباور اللي كان بيدهوني كان تبقى من ناحيته دايما كان معاي في ظاهري في كل حاجة ما كنتش بحس باي صعب في الحياة والما هو موجود طبعا من نساعد ما هو توفى وانا حسيتي ان انا ضهري قصر بمعنى كلمة زي ما بيقولوا والد الله هرحمه يعني هو ده اللي انا هم متقده جدا يعني توفى والد الله هرحمه الحقيقة بعد وفاته حسين ان زي ما يكون فيه جبل على كتافنا الحقيقة كان موجوده ووجوده الاب في اي بيت بيحسس الناس بالامان والله هي عدت بصعوبة بس الحمد لله عدت على خير والله بص هو اللي اكتر حيات خليك تقدر تتغلب على احزانك يعني ان انت تلهي نفسك في الشغل حاولي تتعرف على الناس بتعلم حالياً كوري فده اللي تقريباً شغلني بحاول اشغل وقتي بأي حاجة اني حاول اقرب من ولاده من نسال عليهم افضل قريبة من بابا وماما فهو بس هو اعملتاً قربي كله من بابا ومامتي واخواتي حمد لله برض ما معطرش اقول ان انا قدرت اتغلب على فوجدانه بشكل كبير ولكن التزامات الانسان في الحياة بتحط طول الوقت ان هو يعني يعني يجري عشان يحقق اللي هو عايزه لا اهو انا الحد الان ما تغلبتش على الاحساس ده لاني هو يعني حالياً بتصعب على نفسي لما بحسس ان هو مش موجود معي بس بافضل افتكر الكلام اللي كان بيعودي يهلولي الوصايا اللي بيعودي يوصيني بيها دايماً لما يودي ولي عايز شوفك ناكحة لما تبقي ناكحة اكتر هتفرحيني بس فبححاول اعمل الحاجات اللي كانت بتفرحوا وبعملها لا لحد دلوقت انا مفتكت فراغها طبعاً وما بيش حد يعوض عن الام بس دي مشيط ربنا سواء تعالي بس لكن احيات اللي انا في حاجة معوضة فيش اي حاجة تعوض عن الام طبعاً الاحتواء من اللي حواليك يعني تلاقي زوج حنين يطبطب عليك تلاقي ام تلاقي اخوات بنبقى ايد واحدة في عز الازمة فبتلاقي كل اللي حواليك وارجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسه معانا في الاستوديو الكاتب والسيناريست محمد جلال واللي بنكمل كلامنا معاه عن الفراء وازاي نعدي منه بسلام يعني لازم نعترف لازم نعترف ان الفراء ده صعب جداً صعبة هي مش كلمة كده اصلي اتنين سابوا بعد يلا ان شاء الله ربنا يعود عليكي الموضوع بيتقلب كلمة هم مش فاهمين ان الراجل او الست دول هم عندهم اوجاع بتنزف يعني فيه جرح وبينزف فكلمة ما بتقصرش هو فعلاً اللي عايز يطبطب على حد لسه يعني لسه خارج من فراء وسيبان وعلاقة طويلة وعلاقة فيها عشرة لازم يعني يبقى معاه في طريق ازاي يتعافى ما ينفعش يعني يمكن من بعض الكلام يا محمد وبعض الجمل اللي بتتقال دايماً للست اللي سابت او الراجل اللي ساب عشان ما يزعلوش مننا اول حاجة انا هقولك الجمل انا هدفع عن الرجالة انت هدفع الرجالة وانا هدفع عن الستات اوكي اول حاجة بتتقاليك يا ست يلا يعني خلاص يعني اول اللي خلقه ما خلقش غيره يلا مش مهم ربنا عوض عليك فالهو انا مش مقتنع حد تاني جيقولك ايه اصلاً هو مش شبهك هو اصلاً ما كانش شبهك واحنا كنا مكسوفين يجي نقولك فبيدوسوا بمية نر على الجرح ايدي ازاي يعني لا 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 يا شيخة ازاي انت كنت مختارة ازاي ده اما عرفش اكت عينيك فين ولا عقلك فين دي جملة جملة تالتة لا يا شيخة بص انت حلوتي بعد ما سبتي بص 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 في المراية يا شيخة وبعدين بص بقى بلوكات ها ما تشوفوش خالص واي كلام واي حاجات لا 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 خلاص ما فيش الكلام ده طب هو لو بيتكلم بيتطمن عليها لا ما يتطمنش هو بيتطمن ليه وعينه اه عينه بقى فيه ويقولك لا مش عايز طب تمام الجمل دي كلها لما بعد انا كست بالليل ده بتقول لي مش شبهك وده بيقولك خسارة فيه وانت كنت مدلعزت على فكرة اه وجملة بقى يا محمد انت غلطانة على فكرة انت غلطانة انت عادت تنفخي فيه وتديله ايه ما اكبر من قيمته هنفخ فيه حشان بدأت انت اللي حبتي بالزيادة فتبطر عليك اه انت اللي كنت بتحبيه اكتر طب وانا عشان اخدم جوزي ودلعه وابقى ايه راحته وعملها وابقى دايما يعني سابورت ليه فبرده في الاخر بيحسسوك ان ده بيخلي النتيجة الطبعية فراء تدلعي جوزك هيسيبك هتبقي سند لجوزك وقفه في ظهره وفي شغله في حياته هيسيبك اديتي له حجم اكبر من حجمه يا سلام ايه المشكلة يعني هيسيبك برضه ايه ده؟ اصلا كلهم مش ديه الاسباب اصلا اصلا ما هو هقولك الحاجة هي الناس بتحب تواسي بس ما بتعرفش تواسي اه هي المؤسسة الحقيقية ان انت تقول للشخص انا عارف ان ده وقت صعب انا موجود لو حتاك تلمي بس الله شوف حتى متقولش حاجة تانية انت مش عارف تقوله حاجة ولا تقعد تقوله ايه اسباب انت متعرفش حاجة بص يا جماعة مفيش حد يعرف اللي بابين اثنين محدش يقدر يعرف مداه محدش يقدر يعرفه كله مهما كنت انت شايف من بره وحاس هو ده انت متعرفش حاجة ولا تعرف انا اذا كان احنا نفس انا ساعت بنكون جوه العلاقه مش عارفين هي ليه انتهت ايه صح اللي انتهب يا جماعة بيجي يعني لو الشخص مش مؤذي يعني لو الشخص ما كانش متلاعب هو بيجي من نتيجة التغيير ان احنا بنكبر فبنتغير فبنختلف الحاجات اللي احنا محتاجينها ما بنباش عندنا القدرة ولا الصد الحقيقي ان احنا نقول ده ما بباش عارف اقوله انا اتغيرت اصلا انا مش ده اللي انا محتاجه دلوقتي ما بباش عارف اقوله ايوه هتبقى حاجة محرجة حاجة صعبة حاجة صعبة اصلا دايما جملة يعني كستات لما يقولها انت خلاص زوجة العمر انت خلاص انت حياتي وعمري ما هسيبك وعمري ما هفكر ازايد انت هداي من عند ربنا بس اتبقى تفكر في الكلام ده لكن عمره ما هياجره ايه يقولها اصلا انا بطلت احبك اصلا انا ما بقتش حاسس ان انت كل حاجة في حياتي برضو كلام ريخم شوية علشان خاطر احنا اتربينا على ان الصح ان العلاقة هتستمر اللبت وده يعني طول الوقت من بيوه طب يا جماعة انا فكرة مفيش علاقة بتستمر اللبت القلوب بتتغير حتى الشخص اللي انت بتحبه وعشت معاه لغاية اخر العمر على فكرة مشاعرك في الوسط الرحلة بتتغير على فكرة في واحد فيكو هيسيبي التاني الاول قدر قدر الحياة وسنتها ان في واحدة يمشي الاول مفيش علاقة بتستمر للأبد انت لازم تدخل العلاقة بالمنثالت دي ان العلاقة انا قابلها وحببها وقد لا تستمر للأبد وقد تستمر بس انا لازم يكون عندي الفرضات دي انها ممكن ما تستمرش وساعات الست هاي اللي بتبقاش فعلا مبسوطة ستات كتير يا ستات انت بتبقي ساعات مش مبسوطة في الالاقة والحياة عباكي قولي انا مش هكمل لكن ليه دايما لازم تبقى الست هاي اللي افلى البيت وهي اللي بتستمر وهي يعني اللي هو الامان والاستقرار بس على فكرة برضو انا مقدرش اقول انت حاجة وحشة لان الست بتبقى الامان بتدي اكتر لولادها هي عايزة تعشش في البيت عايزة يبقى الاب والام والولاد لكن هي مش هتاقى بعد ما الولاد بيكبروا تقولوا انا والله بصراحة ما بقيتش احبك مفيه ستة عمرها اللي تكلمون الراجل هو اللي بيقولك يعني ستة عندها امان اكتر وعندها عشرة واحتواء واصيلة الست تبقى اصيلة اكتر ما بتسبش البيت بسهولة جاي فعلا من فكرة الامان والبيت هي ده هو النجاح بالنسبة له ان البيت ده يفضل موجود طيب اخر دقيقة ان انا ازاي اتقبل قلم الفرق اخر النصيح حقولك على حاجة طيب هكلمات حاجات بنعملهم اول ما بيحصل الفرق ايه نعمل حاجم التلاتة يا ما بنجبت مشاعرنا يا ما بنهرب من مشاعرنا يا ما بنقعد نعبر عن مشاعرنا والثلاثة غلط التلاثة غلط انت لازم تقبل شعورك لازم تحزن لازم تحس ان انا أنا حزين انا حزين انه العلاقة بتنتهي لازم اقبل ان العلاقة دي فعلا انتهت لازم اقبل ان انا احباك deepest لازم أقبل ده القبول الحقيقي للنهاية دي القبول هو اللي هخليك تعدي بالعلاقة دي وتعدي بنفسك وده الأهم وده أحلى ختم يا محمد إن أنا لازم أتقبل نفسي وأحب نفسي ولازم أقبل حزني واحترمه أقبل حزني واحترمه أنا دلوقتي أخد فترة أنا حزينة يبقى حزينة مبقاش حزينة وخرجة مع الناس وعملها ألون في وشي ولون في صوتي ولون في حياتي عشان مبقاش حزينة هو طبيعي اتنين سابوا بعض طبيعي أنت تبقى حزينة كان راجل بتحبيه وعشرة عمر وثالث حاجة لازم أحطه قدام نفسي إن أنا هاخد فترة وهتعافى فأنا لازم أفهم إن أنا دي فترة وهتمر مقعدش لغبة حياتي كلها في الآخر ببقى اكتئاب ومهدئات ومنومات شكرا لك يا محمد أخدش خطوات كتير قبل ما أقبل اللي حصل أخدش خطواتك أخد وقتي يعني أخد وقتي لغاية ما أبقى أعرف آف تاني على رجلي شكرا لك يا محمد نورتنا في يوحكي أنا ومبروك على نجاح مسلسل دوبامين ومن نجاح لنجاح يا رب مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة والنهاردة الحلقة عن قلم الفراء وأعتقد إن إحنا قدرنا ندي رشدتات مش رشدتة واحدة ركزوا جدا في الحلقة كلها هاتيها من أولها واسمعيها كلها إزاي تتعافي وإزاي تعدي بفترة الفراء دي وتعرفي تقفي تاني على رجلك وتبقي تمام التمام شوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله كل يوم اتنين الساعة سابعة بكون معاكم إمام مختار ويوحكي أنا